ازاي تحزف خلفية اي فيديو بخطوة بسيطة جدا? يا علوتك يا علوتك انا كنت مدور على وعد زيك بالزمان ولا عليك. في الشرح بتاعي النهاردة هنستخدم طريقتين مختلفتين عشان نحزف خلفية اي فيديو بشكل مجاني تماما وبدون دفع اي فلوس. كل عليك تابع الفيديو للاخر. قبل ما نبدأ في الشرح نستطيع اعمل شرق القناة بتاعتي لو بتابعني على اليوتيوب او تعمل لو بتابعني على تيك توك. عشان بطولش عليكم تعال ده الشرح. لو عاوز تحزف خلفية اي فيديو من على الكمبيوتر هكون سايب لك الشرح في وصف الفيديو على اليوتيوب او في التعليقات. اول طريقة معانا النهاردة وهي عن طريق تطبيق القاب كات. والطريقة اللي معانا مجانية تماما بدون دفع فلوس بس هتكون لمستخدمين الاندوريد بس مش الايفون. طبعا اغلب الناس او معظمنا في الهوقات الاخيرة كان بيستخدم تطبيق القاب كات في حسف خلفية الفيديو. بس بعد التحديثات الاخيرة لتطبيق القاب كات. بقى بيطلب انك تدفع فلوس عشان تقدر تحزف الخلفية. كنا بنيجي مسلا نفتح تطبيق القاب كات. وبعدين بنعمل مشروع جديد. وبعدين بنختار الصورة اللي هتكون الخلفية بتاعة الفيديو. بالشكل ده. وعشان نضيف الفيديو. على الصورة. بنجي من تحت كده بنختار التراكب او اوفر لي. وبعدين اضاف التراكب. وبنختار الفيديو بتاعنا. ده الفيديو بتاعنا عشان نحزف الخلفية كنا بنجي ندوس على الفيديو بالشكل ده. وبعدين بندوس على ازالة الخلفية من تحت كده. دور على حاجة اسمها ازالة الخلفية. وبعدين بندوس على الازالة التلقائية. هنا طبعا بيقول لك برو اللي انت لازم بتدفع فلوس عشان تقدر بتستخدم الميزة ديت. او ممكن يشلك الخلفية بشكل عادي جدا الاول. زي ما حصل قدام كل وقتي. وبعد كده بعد ما بيخلص خالص ويحزف لك الخلفية. بتيجي تزبط الخلفية بالشكل ده. خطه البعد كده بتيجي تعمل تصدير او حفظ للفيديو. بيظهر لك هنا مشكلة اللي انت لازم تحمل النسخة المدفوعة او تدفع فلوس عشان تقدر تحمل الفيديو. يعني مش بتقدر تستخدم ازالة الخلفية في النسخة المجانية. فعشان تحل المشكلة دي هتعمل ايه? هتيجي تحزف تطبيق القب قط اللي عندك. طبعا الخطوات ديت لمستخدمين الاندرويد بس مش الايفون. يعني اول طريقة دي معانا لمستخدمين الاندرويد بس. بالنسبة للطريقة التانية هتنفع معانا لمستخدمين الاندرويد ولا الايفون. بس الطريقة اللي بشرح حاليا لمستخدمين الاندوريد بس. هتيجي تحسف تطبيق من على الجهاز بالشكل ده. وهتيجي تحمل النسخة اللي هسيبها لك في كناة التليجرام. هتخش على وصف الفيديو ده على اليوتيوب او في التعليقات. وبعدين هتخش على رابط كناة التليجرام. هتلاقي عندك رابط نسخ التطبيق المدفوعة. هتيجي على رابط نسخ التطبيق وهتضغط على الرابط ضغطة مطالة. وبعدين هتعمل نسخ الرابط. وبعدين هتكت تفتح متصفح نظرة على كروم هتيجي تفتح المتصفح بالشكل ده في البحث وتعمل لصق لرابط هو لابط تضع لحده شيء مزيم فى ظهر نقطة على الخط Sal and Deál فى البحث وبعدين تنزيل الملف وبكده انت بتنزل التطبيق عندك على الجهاز هتيجي تدوس على الثلاث نقطة اللي تحت بعض من فوق كده وبعدين هتخش على عملية التنزيل هتلاقي هنا التطبيق بيحمل معاك هتلاقي التطبيق اسمه كاب كوت وجنبه اسم النسخة بتاعته أو رقم النسخة بعد ما يخلص تحميل هتيجي تثبت النسخة اللي نزلت معاك هتيجي تفتح النسخة بالشكل ده وهتدوس على اعداد تثبيت الحزم أو تثبيت هتستنى شوية وبعدين هتدوس على تثبيت ممكن يطلب منك ازونات الكروم عشان يعمل تثبيت فبتدوله الازونات بشكل عادي جدا وبعدين بتثبت التطبيق وبكده التطبيق تثبت معانا على الجهاز هنيجي بره كده هلاقي التطبيق تثبت معانا هوت هنيجي نفتح التطبيق دي طبعا نسخة مدفوعة من التطبيق مش هيطلب منك فلوس وانت بتحسف الخلفية هنيجي ندوس على سماح وبعدين هندوس على تعديل من تحت كده وهندوس على مشروع جديد هنيجي سماح وبعدين كده هنيجي نختار الصورة اللي هي الخلفية وهنيجي نحزف خلفية الفيديو بشكل عادي جدا هنحط اللي هي الصورة الخلفية الاول وبعدين هنضيف الفيديو كده احنا حطينا الصورة اللي هي الخلفية وهنيجي نضيف الفيديو بتاعنا هنيجي ندوس على تراكب او اوفر ليه من تحت وبعدين اضافة التراكب وبعدين هنختار الفيديو بالشكل ده خطر بعد كده هنزبط مقاسات الفيديو على الخلفية بالشكل ده وهنيجي نحسف الخلفية اللي هي قدامنا هنيجي ندوس على الفيديو ضغطة واحدة وبعدين ننزل تحت على حاجة اسمها ازالة الخلفية وبعدين الازالة التلقائية طبعا نجاب لك على الازالة التلقائية فري اهيت اه بدل برو فهندوس على الازالة التلقائية وهنستنى لحد ما يحزف الخلفية ولاحظته تحت كان الاول كان بيجيب لك على الازالة التلقائية دي كلمة برو بدل فري دلوقتي كاتب لنا فري هنستطيع استخدامها بشكل مجاني تماما بدون دفع اي فلوس وبكده حزف لنا خلفية الفيديو هنيجي نشغل الفيديو كده سنقفل للسطوط عشان بس الحقوق الملكية زي ما انتو شايفين حزف للخلفية بدون اي مشاكل لو جيت حفظت هنا الفيديو ندوس على تصدير كده هيحفظ معايا الفيديو بدون اي مشاكل او بدون ما يطلب مني ان انا ادفع فلوس هنيجي نشغل الفيديو هوا تشغل معايا بدون اي مشاكل وبكده هتحفظ على الجهاز ده بالنسبة لأول طريقة ودي الطريقة اللي بتشتغل مع مستخدمين الاندرويد بس ما بتشتغلش مع مستخدمين الايفون لان الايفون ما ينفعش تحمل تطبيقات خارج المتجر زي ما انتم عارفين فالطريقة دي المستخدمين الاندرويد بس بالنسبة للطريقة التانية اللي هاشرحها الوقتي هتكون شغالة بالنسبة لمستخدمين الاندرويد او بالنسبة لمستخدمين الايفون او الاي او اس بالنسبة للطريقة التانية الطريقة دي بتشتغل مع كل المستخدمين سواء ايفون او اندرويد او حتى كمبيوتر وهي عن طريق موقع الموقع بيدي لك خمس نقاط مجانا للحساب الواحد كل نقطة بديقتين من مدة الفيديو او دقيقة من مدة الفيديو يعني عشان تحذف خلفية فيديو مدته دقيقة هيخصم منك نقطة وهكذا تقدر بعد ما تخلص الخمس نقاط تستخدم حساب تاني وهيدي لك خمس نقاط تانيين تعالوا نشرح الموقع طبعا هكون سايب لك رابط الموقع في قناة التليجرام هتخش على وصف الفيديو دي على اليوتيوب او في التعليقات هتلاقي قناة التليجرام هتخش عليها هتفتح القناة هتلاقي رابط الموقع المستضم لازالة الخلفية هتيجي تضغط عليه دخطة مطولة هتعمله نسخ وبعدين هتيجي تفتح متصفح الجوال كروم وبعدين هتيجي تعمل لسك للرابط بتاعه فوق كده وهتعمل بحس هتستنى شوية يفتح معاك الموقع بالشكل ده هتيجي تسجل في الموقع الاول عشان يديك خمس نقاط هتيجي تدوس على الثلاث شرط التحت بعض من فوق وبعدين هتدوس على لوك ان او ساين اوب وبعدين هتدوس على تسجيل دخول باستخدام جوجل هيفتح لك الحسابات كلها اللي موجودة على الجهاز بتاعك هتيجي تختار اي حساب جوجل عندك طبعا وبيتح التسجيل عن طريق الفيسبوك او عن طريق الجيميل حساب جوجل يعني فتيجي تختار حساب جوجل وتعمل تأكيد وهتستنى شوية بيقولك هنا ان انت معاك خمس نقاط تقدر تستخدم فيهم الموقع هتقفل البانر ده من فوق كده من علامة الاكس الخطوة البعد كده هتيجي تدوس على الثلاث شرط التحت بعض من فوق كده عشان تشيل الواجهة دي وهنا بيقولك هنا ابلود فيديو يعني ارفع الفيديو بتاعك اللي انت عايز تحسيف الخلفية بتاعته هتيجي تدوس على ابلود فيديو وبعدين هتختار الفيديو من على الجهاز بتاعك هتيجي تدوس على الثلاث شرط وبعدين الصور وبعدين مقاطع الفيديو وبعدين اختار الفيديو اللي انت عايز تحذف الخلفية بتاعته وهتستنى شوية هنا بيحمل هات بيعمل عملية معالجة للفيديو هنا انت بتستنى لحد ما يرفع الفيديو على الموقع وبعدين بيعمل عملية معالجة للفيديو وبيحذف لك الخلفية على طول وبكده هو عمل لنا الفيديو هوت زى ما انتوا شايفين حاطرنا الخلفية اللي ورا حزف الخلفية وحطنا كرومة كده تقدر تشيل الكرومة ديت بهاي برنامج منتاج هنشيلها بالكب كط عادي دلوقتي عشان تحمل الفيديو هتنزل تحت كده وهتدوس على دولود فول اتش دي فيديو وهتستنى شوية لحد ما يحمل الفيديو عندك على الجهاز بعد ما الفيديو حمل معك هوا بيقولك جالي التنزيل كده الموقع خلصه وبيستنى لحد ما ينزل على الجهاز عندك وبكده الفيديو تحمل على الجهاز هتيجي بقى عشان تحزف الخلفية الخضرة او الكرومة الخضرة اللي ورا الفيديو ديت هتيجي تفتح برنامج الكب كط سواء عندك النسخة المدفوعة او النسخة المكانية عادي اي نسخة عندك هتيجي تعمل مشروع جديد وبعدين هتختار الصورة اللي هي الخلفية بتاعتك اللي انت عايز تعطها تمام كده وبعدين بتيجي تطول مدة الخلفية بالشكل ده او الصورة وبعدين بتدوسها Republicans أو اللي اللي من تحت كده وبعدين اضافه التراقب وبعدين بتختار الفيديو اللي انت حملته اللي هو خلفيته باللون الأغضر اللي انت حملت من الموقع زي ما انتم شايفين حزف لي الخلفية وحاطلي اللي هي الكرومة او اللون الأغضر ورا الفيديو عشان تحزف اللون الأغضر ده او عشان تحزف الخلفية بقى بخطة وبصية جدا بالكوب كوت. هتجي تدوس على الفيديو من تحت كده. وهتجيب ازالة الخلفية. وبعدين هتلاقي عندك بالنسبة لمستخدمين الايفون او اي مستخدم عنده النسخة المجانية او المدفوعة. هتلاقي عندك طبعا الازالة التركية دي برو ما ينفعش تستخدمها. احنا كل اللي عايزينه هنيجي ندوس على مفتاح كوروما هتلاقي عندك في النسخة المجانية او في النسخة المدفوعة تقدر تستخدمها عادي بدون ما تدفع اي فلوس. هتدوس على مفتاح كوروما وهتيجي تسحب الدايرة اللي في النص دي وهتيجي تختار اللون الاخضر بالشكل ده وهتيجي عند الكسافة هتقطر الكسافة بتاعتها بحيس اللون الاخضر يختفي خالص او لون الكوروما بعد ما تخلص هتدوس على العامة صح وبكده انت شلت اللون الاخضر او شلت الكوروما في النسخة المجانية او النسخة المدفوعة في زي ما انتم شايفين تقدر طبعا تحفظ الفيديو خلي بالك انت بعد ما بتحمل الفيديو من الموقع عشان تشيل الخلفية اللي باللون الاخضر هتستخدم مفتاح كوروما ملكاش دعو بالازالة التلقائية انت كمستخدم ايفون هتلاقي الازالة التلقائية دي عندك برو يعني ما ينفعش تستخدمها او لازم ان تدفع فلوس عشان تستخدمها او لو انت مستخدم اندرويد هتلاقيها طبعا لو انت مش محابل النسخة المدفوعة هتلاقيها عندك برو برضو عشان تستخدمها لازم ان تدفع فلوس فانت بعد ما بتنزل الموقع بعد ما يحزف لك الخلفية وتنزل الفيديو على الجهاز هتستخدم مفتاح كوروما اللي هي المجانية ديت عشان تحزف الخلفية الخضرة اللي هي ورا الفيديو تمام? بعد كده بنعمل حفظ او تصدير. وبعدين الفيديو اللي هتحفظ عندك على الجهاز. نرجع على الموقع تاني. انت مسلا استخدمت الكريدت كلها او النقاط كلها في الموقع. هنا يقول لك فاضل لك تلات نقطة اهوت. افرد ان تخلص النقط دي وجاب لك جنبها صفر كده هتعمل ايه? هتيجي تدوس على لوج اوت. وهتخش على الموقع تاني من قناة التليجرام. وبعدين هتدوس على لوج ان او سين اوب. وهتدوس التسجيل بجوجل. وهنا هتستخدم حساب تاني عشان يديك خمس نقطة اه جداد. نجي نختار اي حساب تاني. وبعدين تأكيد. هنستنى شوية. هنا هو. قال لي ان هو اعطاني خمس نقطة قدر استخدمهم طبعا في الموقع. وبكده الشرح يكون انتهى. ارجو ان تكون استفدت ومش شرح. لو استفدت مش شرح يسرش عمل شارك القناة على زر الجرس او تعمل لك الفيديو. شكرا.